ده بتصور عن فتر دولة كان شي واحد موضاف لك هذا يدير متابع الناس وعنده كان شهد وكيل المالك الأمازيغية هي هي اللغة الأجنبية الأولى الشي هادي بتقاش تقول لي يا ديرها موجبة للعزلنته والوزير الميراوي بجوجكم خوتي المغربة مرحبا بكم مدرسة فهد العليا اللي ترجم على صفيحين ساخل بعد أن تصربت عبارة الأمازيغية اللغة الأجنبية الأولى في شمتيح موضوع مهم بزاف بزاف وقدرت عليه هذه مؤخرا لدك المدير المدرسة ولكن من البنت هذه الواقعة ازدادت الأهمية لعودة لهذا الموضوع ثم موضوع لا يقل له أهمية يتعلق بهذا اللائحة دي القوضات التي ترقاها عدد من القوضات التي ترقاها موضوع في غاية الأهمية 1173 دي القوضات من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة ومن الدرجة الأولى إلى الاستثنائية 142 ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 130 ومن الدرجة الثالثة إلى الثانية 135 دعوني نبدأ هذه الحلقة ببعض المعطيات سوف نطول عليكم هذه المغاربة صبروا لماذا؟ نحن المغاربة ظروف عملنا كصحافة جادة ومسؤولة كنعاني كي الناس اللي كيفهموا ما يحتاجوش بعض المقدمة والكي نديروا في باركم كي الناس أخرين مفاهمين كي الناس أخرين جديد لتحقوا مرة من رخص كتخدم وهذا داخل في إطار معركتنا لماذا؟ كنعيشوا مع واحد من المافيا المافيا مش في فهم التقريدي والسلاح لا 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 مافيا بشكل خر وهذا المافيا تقدر تكون بعضها كين وسط المحامد بعضها تقدر تكون والصحافة بعضها كين وسط البرلمان ممعنى هذا المافيا موحد الناس يعطيه كي يسافدوا وكي يكلوا وكي شربوا وكيكونوا مكونوا كتير مع من يشكايروا للفساد ما باغيش البلاد زيان فمن كي بنشي صوت غي بدي وعي الناس فكي حاربوه الحاربة وخصنت عشر شي في السنوات الأخيرة وهذا المافيا الخاطرة جدا نحتاجه دي من نحن معها مره مره ننقشه معها فهذا المافيا ولي انها خطيرة ستدفعني نضيع لكم شوية وقتكم ونقول لكم ما يالي رغم انه تحصيل حاصل وما خطيش نقوله قد بدأ قد تهدر المهداوي قد تبلع الأمور الخيبة أكبر مهزلة في تاريخ البشاء أكبر إهانة للشعب المغربي والمملكة المغربية هو نهار تقول الصحافي قد يهدر في الأمور الزوينا وظيفة الصحافي في العالم إلا دولة والدولة الشارة خط الصحافي بقى يبحل حكمة المغرب زوين مغرب زوين مغرب زوين مغرب علما انه وظيفة الصحافي هو ينبه الحويش الخيبة باش الحكومة تصلحها ما يخط الصحافي على الأمور الزوينا حيث الصحافي بش يملحق الحكومة إلا المملكة المغربية يستغلوا وعي دي الناس ما يعرفوهوش دور الصحافي ويدوروا عليها مزيان جوج من يمكن صورة عبد النبي ورايا وصورة الحسن الداكي ورايا هالستيدة الأجيل لا ماشي كندينهم بماتشي لغنقول أبدا من يمكن هنظر على قايد كندير ورايا الفتيتة من يمكن هنظر على مثلا البراماني غندير ورايا مثلا طالبي العلامي هنظر على مثلا أسعار كندير هذا هو المقصود يعني القطاع المسؤول ديره إذا لا وجه أي رسائل لا السداكي ما عدى رسائل دير كان التامس منهم من خلال هاتشي اللي عنقول غير إصلاح كان فتارد الحسنية في السداكي والسيعة بالنبي ولا ينكر سوى حيد مراكمهو المغرب من إصلاحات مجرى القضاء وإن كانت ماشي في مستوى تطلعاتنا ولكن قضاء الأمس ماشي وقضاء اليوم على الأقل اختفاء بعض المظاهر الخايبة لي كانت الاختيطاف وهلهم مجرى وحشي هو يجد كان بعض الحواج باقي الظلم باقي كذا ولكن ماشي بحال بكري كان المجهودات كنشكره فيها السادة القضاء من جملة هاد الدرجة السيدناء الممتازة اللي خرجت اليوم القضاء معمول القضاء في طارق المملكة المغربية كانت الدرجة الممتازة كانت الطب هي الدرجة السيدنائية اليوم 1173 كانت نتاقله من الدرجة السيدنائية إلى الدرجة الممتازة وهذه رفعها فلوس صحيحة كتخير أنا معاه كنحيي السادة المسؤولي القضائيين اللي داروا هاد العمل تظل لي في القضاء لا أريد البلاد زيان سيديني أعطي القاضي 10 مليون في شهر وعطي البوليسي تجد المليون 3 فشهر أعطي جدار من جوج 3 أعطي موظف السجن جوج 3 أدويل مهداوي كيفاش وخاكي يباليكم عد تخرج واحدة لبيزارية وغد تخل أضعاف ديالي حيث يكون قاضي محصن ماديا والبوليسي محصن هاي حارب معك الفساد ومنك تحارب فساد تجني الفلوس ومنك تجني الفلوس تجني الفلوس تجني السبيطار وتتخدم معنا عدم محاربة الفساد نفوت على المغرب الملايل ما كنقلكم شهنا القاضي اللي أعطيتيه الصالير الصغير بالضرر يكون فساد لا كين قوضات مساكن كي يعيشوا أوضاع مادية مزيرة والله يميد إيه طمعلك فريالد الباشا المضيف المسألة مسألة أحلاق وكين قوضات ولا بوليسي ولا جدر مربما ولا صحافي تلقى عنده الفلوس ولكن من يبالياد ما عندهوش ضامير غير هلوث كتعاون واحد إنسان واكل شارب باخير والتالة بغيتي تشدد عليها العقوبات كتجي معك هننزل عليك ياك شنو خصك هماش انت تعطي البناد مربع الاف درامو تقول له وبحلمة الموظف السيش نوع عسلك على واحد البزناز عندهوش شاري روسيا وشاريك هو مسكين الموظف ما مصار نوزو ما مغديش ولا بوليسي كيستان معلمين فيها عاير ودك الموليسي مسكين غالق كريديات وعنا ما كان برارش فحاولوا تهموني وخي يقول لي كان ما عندكش حق تحطي ذلك على الفاسد هالك هنقول كيكل اذا انا مع الزيادة للأجول للبوليس الجوندار والقودار وفي هذه السنوات الأخيرة لا ينكر سوى جاهد كين تحسينت وضعية المالية للقودار كين لا 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 الجوندار الزيادة اللي وقعت للبوليس كين موظفي السيشو المساكن اللي معزل وكل عصا كانت واحد المحاولات في عهد بن هاشم هذا بعد التامك ما عرفتش على الشيء على أي تمنوا شي زيادة العبادة اذا فهمتوني اخوتين مغربة أخص هاد المكلفين بها الشي ديال السماع وديال السنطاقات خاص قولي الأحكام يكونوا محصنين ماديا اذا هاد الـ 1193 كان حيا المسؤولين القضائيين عليها أنا معا انتي بعض الملاحظات هتمنىكم المسؤولين على القضاء هتحتى أصدركم هلو كلمة بأتلته هلو كلمة بأتلته هلو كلمة بأتلته هلو كلمة بأتلته كلمة نعرفها وحاولوا نتسمعوا لينا ليس كدتي أني من احب أن نتسو القضاء زوان في الملد هلو كين حاولي شخص نتقلكن في غاية الأهم وكي يدرني في خاطرين عندي واحد القصة نشارككم فيها. والله العظيم إلى جرحاني. طبعا كان هادر مع واحد المواطن عيط لي. شايف بعض القوضات دازل درجة السيتنائية. كان بعض القاضي خانا بدأوا به. كان وكيل عام. واش عارفوا حسنية ما نسميه. حيث غير هادي ماشي نسيء للأشخاص. بغير الإصلاح هنا. دوا هدفي. هاد القاضي كان وكيل مالك في مدينة من المدون المغربية. جاءوا عنده طالبة يدعوا انهم تعذبوا. عذبوهم البوليس والشرطة القضاية. ما كان بس. وكيل مالك رفض يخدحهم للأمر. رفض يعذي الأمر ديال الخبرة. في مخالفة صاريحة للقانون. وفي مخالفة صاريحة الرئيسه. كان آنذاك مصطفى الرميد وزيل عدل. الرميد دار واحد الكتاب النياب العامة يقول لهم شوفوا. اي شخص دعا انه تعرض للتعذيب. عرضوه على الخبرة. اذا هاد وكيل مالك تصادم مع القانون ومع رئيسه النياب. اجداله الرميد. افتح تحقيقة. ما عليش اخوه ما دريش هادش يدخل مع علاجك. اذا هاد الوكيل فشل في مهمته. بلغة النجاح والفشل. الفشل. انه يكون وكيل مالك. فشل. انه فشل. ولم يمتل اللي رئيسه. عدم الانضيباط. عدم الامتيجار. مزيان. من باحت متقل. العقل شكي يقول واحد انسان اللي كيف يفشل في مهمة صغيرة. ممكن لك شعطيه مهمة كبار من انه هو فشل غير صغيرة. كيفاش غير يقدر يفشل فيه. تصور واحد انسان فشل في مقاطعة. وتعطيه رئاسة حكومة. هو غير مقاطعة كلها مشاكل. وفشل. تلقى مجال. فهذا كسيد في فترة صغيرة ولا 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 وكيل عام. في منطقة. وكيل مالك يقول لي وكيل مالك. او ولا مدام فشل. عطيه نائب وكيل مالك. زيد تريني. وقع نائب وكيل عام. ولا وكيل عام. لي كدر. عطيه من وكيل مالك والفشل الى وش هدي كصحافي انا كمغرب. معناش حق نقولوها. ولا ما قلناش حنا تبقى مستورة باش يبقى البلازوينة. ولا قلنها. معناش كنسي قول القاضاء. معناش كندخضوا الناس. علش مكي قبلوش الناس التقاط دي الصعب على اي. شنو فيها. وش هدي ما كتقتال. وانا عندي الجلالة المالك تيقول القاضاء النزهة والسيقام وشفية رسالة وجهة. والجدية شنية. ما معنى الجدية. الجدية. وكيل قانون خصي تطبقه. كيل كتاب دي الوزير ما تطبقه. ما تطبقتيش غياب جدية. اذا الخالفتي توجيهات ملكية. هذك الخالف توجيهات ملكية ترقى من واكي المالك في شلف مهمة. الى واكي العام. يقدر يوقع الغراط. انا غير صح فيك النباه. لا ما خصكش تنباه. خصفك تشرح وتبرر. هلش كتعيش معه المافيا. ماشي المافيا هو كنقصد بها المؤسسة. اعبادة انا ربيش اهد علي. انا دائما المؤسسة كنفطار ديها تنقول لغيت قصير. لا المافيا هدوك مانيش كاير لعلمات الصفحات الفيسبوكيين وكادوكي هيجوا عليك باش يحيدوك ويخلعوك وما تشضرش باش ما تناقش هادشي. وقوو المغاربة كل عام عدنا مشاكل. عدنا فشال مشروع اتنموي. عدنا كنقا نظره في حلقة مفرغة مليك نحطه صباح اتنالك لما مخصص اكشدها. اذا المغاربة واحد سيد في شرفيه مهمة دي الوكي المالك اصبح هو واحد دائرة قضائية اللي فيها وكيل المالك ورئيسة محكامة. انا نعودكم هاد وكيلة المالك وهاد رئيسة المحكامة فالدائرة القضائية اللي في هاد وكيل العام معني. تريح ويج لقيتهم غريب. واناتشي كامل كندخله في اطار. يعني غير كننبه السلطات. نتمنى نكون اسيدي غالط. نتمنى الشي ما يكون صحيح. مزين؟ كنتشوف واحد الواتيقة. سوى شنو فيها كتلقى وكيل مالك كيوافق الواحد السلطة القضائية تفتش واحد البيت في وقت غير قانوني. كتقلب التحت في التوقيه كي مالك منتدى القضائي. وش انا؟ هو اللي غنفحص هاد الواتيقة. انا عندي كاشي. عندي الفوق من وكيل المالك. الى ضابط الشرطة. ولكنش دخل المنتدى بالقضائي التحت. موقعها. ما فهمتها هاش. وريدوا انا فهم فقر. انا عكا نسول. ما علش كين التحت الكاشي دي المنتدى بقضائي. شنو وقعها. كنزيد نتقلب شي شوية. كنلقى هذا القديد كاشي ياج. تصور كتلقى مثلا. من يجيك مثلا مفتش. ولا مثلا يسمع على انه. واحد البيرمي ولا يجوش. مش هو المديري دي الجهز دي النقل. شو موظفات ما كنت جيها. انها ورقة من عد وكيل المالك خاصة ترجع البيرمي يتلعي باد الله. هاديك المديرة شكت في ديك المراسلات ولا في ديك النموذج ولا في كده. اما ديك الإجراء مثلا خصوش يتطعن ولا خصوش عشي. مش حاجة مش يديك. فتصلت به وكيل المالك. وش انت عطيت انا ما عطيت ما صيفت ما ما. وكيف موظفة من يجيبوا هذا الكارشي من يجيبوا. ويلي. وانت عطيت بتحبحت من خارج من خارج. كنت جاء وبتاني كتلقى مثلا منك يكونوا مثلا هادوما الورقة دي الاسميتو. كتلقى وكيل المالك مثلا الكارشيو السنية. ولكن كتعرفوا منك يكون ضابط يكتب لك هلاشي حاجة في التاريخ. السلوات مختلفين. ماشي نفس السلو في الورقة ماشي. والكارشي هو كيف. والمفتش كي يقولك ان الخطوط مختلفة. وكارشي ذو وكيل المالك فيه كارشي. مثلا وكيل المالك. وفيه حتى السنية. على السنية لا تصقى في الكارشي. السنية ستكون بسلو بحدها. ده بتصور عن فتار ذو لك كان شي واحد موظف يدير متابعة الناس. وعنده كارشي ذو وكيل المالك. طبعا. عمشي الواحد النقطة الثانية عن رئيسة المحكمة ديال دي كبرا صانيج. شي نهار. شي واحدين غير يتعدىوا على بوليس. جوج في المدينة. هذيك المحكمة فيها جوج جلسات ديال تلبوسي. واحدة كتدوز اثنين واحدة كتدوز الخميسة. هذو كل الناس اللي تكرفسوا على البوليس. جوج الصالح المؤقت ديال تكرفس على البوليس. القاضي رفض يعطيهم الصالح المؤقت. إذا اللي رفض. عايوي اللي يطلق عهم في اثنين الجاية. أجل الجلسة الاثنين الجاية. ولكن شنوقعها. ستجي الجلسة ديال قبل من هذي. جلسة اثنين. ثلاث. اللي اربع ولا ثلاث غيدير طالب تقريب جلسة. غيدار رئيسة المحكمة. شكل غير يحكمل مين في. رئيسة الجلسة. رئيسة المحكمة. غاد حتى الصراح. شميل الجلسة جلسة الخميس. إذا القاضي رفض يعطيهم الصراح. اثنين. وأجلهم اثنين جاية. ولكن دار تقريب جلسة. مشاء. وضربوا بوليس. ولا اعتدوا على بوليس. وما ناش مغربي لما هذرتش في هذا الشيء ولا أسولت. وما تهذرش في هذا الشيء. تصورها. كندفع على البوليس. كندفع على القضاء. كندفع على الوطن. كنت ترجم. كن بغير يكون ملكي. يقول جلالة الملك والده الحقيقة ولو كانت قاسية. الناس رأعتقلوا مدير أمر القصور. ناس اعتقلوا ناس مقربين ومستشارين ملكيين تعتقلوا في المغرب. وكين بعض عباد الله. والله ما كان كدبوا عليكم. لهذه المملكة تزخر بقوضات ومجهودين قضاء. أنا كان نقشي حالة من مبلة مئنان. هل ناس سواسية ناس في الحب سمية جالة العربية نصلحوا. ما فيها بس. لا بخصوص هذه القضية. عشانا كانت تفكر ذيك المقولة دي الممدوح عبدالعليم في كتاب دياله حيوانات الإنسان. تقول لك إن الحديث تعاني الفساد في العالم العربي. أخطر بكثير من الفساد في حد ذاتها. تضرع الفساد ما قبلوك. أشيدي شبوهات. ما أنا بدعت هذا الهضرة من رأسي. كيف هذا الكاشي. وعلش الكاشي فيه السنية. علش لاسقة. علش ما تكونش مستقل. أعرف أنا الكاشي وكتكون السنية بس سيلو. وبش فعاد خرماين. نفس ما علش كيفاش. علش هات السيد غير يضرب بوليسي. وان جيانا اللي قامت أنا مرت عادي الميلودي. عدت أخد تسعة شهر مواطنة. أنا عكا نتفكر مرت عادي الميلودي. وحيد ذاك المشهد فقاش شهير وصار. حداد من الناس إهانة بوليسي. إهانة وحيدة القانون. والقانون فوق الجميع. وراك يدوز الحرف الصحافي. وحيدة شكو نتق في ملك الله. شكو نتق. شكو نتق. الله تنحط معاك البيضة في الطاس. احنا كنا نعرف غرب. الله عز وجل. والوطن. وجلالة الملك. اسمح لي يا اخوة طعم اني بلاد بلاد مديلتها واحد. انت مسؤول غدا غدا بشي بحرك. شكو اللي بقى متضرر. الوطن والمواطن. تراك تاخد القرار كذا. بشاء. خدا قرار بشاء. نيابر عما بشاء. خلال مواطن مساكن مضرر. ولا خلال الوطن. وجي من الهبة. وقدار مجهود في الدولة. علاش كين. كنا بدنا نسول كنا نلقى واحد. باش تعرفوا المغربة مش كي بلغ مواطن. تصور كين قوضات. بحل ده بواحد القاضي. مسكين مشا بلغ بهذا شي. عباد الله راكين هاديب. كين هاديب. كين هاديب. تلقى راسوا ذاك القاضي. ومبقاش مش شاكي. ولا مش شاكي بي. علاش. داروا لغوا. على انك انتان ما تجيش تخدم كل جمعة. ما تحضارش الجمعة. وتدوينات. ايو ديناك انحضار. لا كين ناس عيش ايش دو فيك. شكوا يشد فيها. سيكيريتي دلمحكام. سيكيريتي. التوخد شهدته ضد المسؤول القضائي. سيكيريتي تورا مواطن. كين عيب. سيكيريتي. ديناك يجي. ما عرفتش. اللحظة اللي قبل ما يشهد. ما كانش موبعد. ولا كان. الله يعلم. ما عرفتش. خليها تشيل. واخدنا شهاد اخر. شكونا هي. الكاتبة الخاصة دي الوكيل الماليك. تيها غتشد. ايش عتشد. 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 عتشد لي فائدة ذاك القاضي اللي غيت تعزل. المسؤول. قاتل مودي السيد. هاك يجي. دارش. مش قاتلهم. تسجيل. وسجلت مسكينة موض. كادا. سيد بغي يدليب هات الشي. اعباد الله. ركال حضارها. لا. تستبعد. تفكرت انا لك الشي اللي كان مشي والقاضاء. تصور كاتبة الليل كامل. وانت كتف مذكرة. وكتعززها بآيات قرآنية وإحاديث نبوية. كتجي بقواعد. كتدير مجهود. كتعرق. ما كتعشاش. ما كتتغداش. وانت طايق. بتقرب. لكتكشف كتكشف. والمحامي دي كتو. فانت طاقة وانت طاقة وانت بدي مذكرة. وانت طاقة وانت طاقة. وانت طاقة وانت طاقة. واخر كيشدها وكيشب وملي كتجين للحكم كتلقى في حكم بسمي جلالة ما كيش مذكرة لأعطيتها للقاضي فين هي؟ عطيتك مذكرة لأصارت عليها لا توجد ماشي بطرورة تصدقني ولأخوذها ولكن مني منحق يلقاها في الحكم اتعرض لها اخي اريب هاد إلا ما كيش بحل نبادي كاتيبة كتقول هي كاتيبة وكتقول نقول لكم عد القاضية عد البلاد السعيدة بعض الله عز وجل موقفها الله وموقفها المؤسسة الملاكية والشعب المغربي هادي هادي يخسيني مولا هادي يسحب المراهب ملي موقفل البلاد هاكا هاكا توراة الملك والشعب هنايا بك أنا ما كانت عن بذمة تلشي مؤسسة ومو ما كانت تلشي قاضي وكان اعتار بمجهودات القوضة وكان اعتار بمجهودات القوضة ولكن سمحولنا باش من القدوش نهضروا على بعض الحويجاج باش حنا حرية تعبير ورأسهم مؤسسة حيث كنت هدروا عارف ديك المافيا رأيك نقول لكم مافيا كنت نقصد بها الله معادة واحد الصفحات ومحركوا لهم بعض إما كتلقى شي محامي محركوا إما كتلقى محركوا شي صحفي عدوك في الحرفاء هذا ما أخطر علش الناس علش 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 نساكي نسا ماضي انت يا ميني نجيش انت كبرتي في الفقر انت كبرتي فقير وانسيت يامك كان ما عندك متاكل وكانت مقرد أخوك مقرد واختك مقرد صافي تلقى كواحد دالك موقع عليك تروني ولا تقدخل واحد جميلة وثلاثة ولا دالك صفحات يعطيك خمسة ألف درهم صافي وانا كان عاون الواطن وانا كان عاون الواطن تدمرني أنا من أجل وانسيت يماضيك علش الناس معنشين أخوه علش علش الله يميش والله الذي لا ربسي وخلنا كله يرني يا من بيعو ضاميرنا علش لش لباشارك يجي واش كتنسى انتا صوفيتي وعمك وخالك وقبيلتكم وبلادك ووطنك صافي الكتب يعيك ندخل واحد إنسان واحد العشرالف درهم وانا كتنسى واخوش بقى يدافع الفسد ويهجمك انتاوي ويعرض حياتك الخطأ لش لنمكن انسى تاريخه ومنين يجو علش واش لك نقول لكم مش كش وعد كان بغيكم يكون ضد البلاد أقوله عل حق قول لي ده باش نهي هذه رئيسة قد تدخل وتحيد ما دونها من الله عز وجل طبعا في مرتبها الله الوطن والوطن نقوله هو القانون والمالك ماذا يكون هذا الشخص لرئيسة المحكمة ستدخل؟ ماذا هذه واقعة؟ ماذا نطيرها من المحكمة؟ لماذا رئيسة المحكمة؟ ماذا كانت الجنسة الثانية؟ ماذا أولاد الخميس؟ حقها عسوأ وماذا قادر القضايا المغاربة كانت العجل وضغياب بسرعة تفاعل الخميس؟ ماذا قادر لدرب بوليسي؟ ماذا يخرج ضغياب؟ ماذا تخينا؟ ماذا تكون؟ ماذا تكون؟ في ملك الله نكون أنا في أي بلد بلد؟ الوطن فوق الجميع والقانون فوق الجميع ماذا؟ ماذا؟ السيدة يقصينا ستينيون في الحبس ستينيون وفي الحبس ومتا تكتبها مفتيش؟ ستينيون والسيد في الحبس ماذا يقولون أنه قال خبار صحر المبراف الصارح؟ ها رامع تاقل؟ ماذا تكون مخصوية ترتب عليها؟ ستكون حريات الناس لا تكون همكم حريات الناس حريات الناس حريات الناس حريات الناس تقصصينيون ومن بعد أتلقى الناس تترقى وقت تزاد له المناصب كانت مغاربة ما عليها أنتصابه؟ هنا كنت تفترض هذا الغاز حسني أنا بالمناسب أتصوّر لذلك وكيل مالك ونائب وكيل مالك في الاخر القراس هو معزول معزول وهذا كان الواكيل الملك القراس هو كيف يبال له ذاك الواكيل اللي وقع له معه وراء رأيسه وراء الاخر وهو يبقى يدير بحاله مسرق ما نصب مده فلوس حد مكلا فلوس عباد الله مواله فقط أنه بلغ قال له ادير هاشفت هاشفت بلغ شي اخي المشكلة هل يديروا الله في محضر هاشفت اخليش الله شوية غتلقى وشي كي زيان وقته وشي وليداته وكي قرأه وشي مسكين كي نتمنى من الله عز وجل تاخدوا هات الشي بها اتصور هكا بإطار حب البلاد وفي وليداتنا ولادكم من المغرب المستقبل ما تشاهموش على انه زمارة رجاء ثم رجاء ثم رجاء لما اخدوا هات الشي بقى كي قلق هات الشي والله سيدينة ما كي قلق كي قلق بزاف ولي كي قلق اكتر هو كتلقى الناس كي بشي نجي نقص وها هو المؤسسات هالأمور اللي كتهم من البلاد لقى الناس فين غارقة وفين كتنقش ما عتعمل هلش المسؤوليات كنقول أنا من الناس اللي كن كنعزز وكنتتافق معنا دي قوضات المغرب واحد فكرة هل رح المسؤولية ايام تخلي البلاد هالمغاربة شي هاد المملكة المغربية هرى لا ينكون شواجه احد المجهودة اللي كدار فيها والاستقرار اللي فيها وكين بقى واحد من قيطة بغيت هالمسؤوليات في المغربين كتابة ولى شينا لو سمعوا لي ما ترى ما ترى شين هاركوشين بغيت نسمعوا المواطنين اجيال المهداوي هاش كي بلك الحل هاد البلاد أنا كوشينت خلعي يقولوا معها عاجة يقولوا لي ايش ناية عفاكم متعطلوا المسؤولية هذه المسؤولية في البغريب والله تلوديو حسن من السبويدو كندا على المسؤولية من تسندو هالشي واحد عاد اخس يكون فيها يكون ناعد قاعد بها انت غير تكون وكيل عام مزيان اعطينا مشروع ديرك وهذه رجال انا دي قد اعطينا مشروع كيف اشغل انت شنو المشروع كيف اشغل تسير هذه المحكامة كوكيل عام في ايطار نيابة العامة دائرة نفو دكتور اعطيني مشروع جيب لي مشروع اعطيني تصور كمشروع مشير نعينك بناء على تقرير دير رئيسك نعطيها مثال ورا ما كان قصدت واحد دب اتصوروا انا وكيل عام ما نقولش ما قديش نقول فاسد ولا مهي ماشي مزيان كيغ يكون وكيل ملك اللي معيش عندي علي فتقرير ورا ما يوقي يكون من نفس خطة حتان الفوق كنقول حلاش ما خاش تكون تقاريري المحددة تقارير تعزيز لا اهم حاجة المشروع خسي نشوف كيف اشك تهضر ، بالتحدود ماش تكون تمسئول كن عندك مشروع فكري مشروع قضائي كيفاش هتطور المحكمة كيفاش هتطور نجا هذه ها 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 وكتم هتهم عندك على التقارير وقدر التقارير ما واحد انسان ماشي أحاجة كيسمع بزا وعا هم عاشο ينفد ماشي موحددة بوحدة ها اولا عاكم دخلني ذا بالا محورت جاني تبا هاي مدير ديلك المدرسة ديلك فهد أضرنا عليه هذه الشيئ خمسين قول ما تجهد الأمض أرجعوا لحلقاتي هات سيد فيه كان 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 في كلية الأدف تطوان بغي ولي عميد وكان خصو يكون عميد أرى الناس ليس نوقع؟ ما تدور شي واحد لا توقع ألمك يعرى وجوه ونتمنا مسمع منه حتى هوتي يقول لهم أنا اللي غنكون عميد وغنمشي المحكمة مهم على أي الدوه مدير دي المدرسة دي الفهد العليا للترجمة سمعوا المغربة سيد إسناد المسؤولية واحدة من أهم المدارس العالمية هذي دي الفهد وشنية قصة في هذه المدرسة دي الفهد؟ فهد واحد العام اللي تعقله وقيد ١٩٨٨ كانت واحد ناقلة دي النفط إيرانية خرج منها البترول وكانت عا تكون كاري تاع السيادة دي المغربة من الواحد آسفي لو لا الطاف الإلهية فباشي عاوننا السعودية باش عاونتنا عاونتنا بشي ٥٠ مليون دولار هيبة باش نديروا ذاك شيء ورجعا ديك المالين خرج ديك كاري تخاش الله على خير المغرب بغير يرجع السعودية مغاش توليس ترجع ديك الهيبة فذيك الهيبة في المشات من جملة الأشياء أول تبنيت هذه المدرسة دي فهد اللي ترجع وتسمعت سويت فهد من أرقى المدارس في العالمية كيتخرجوا منها ناس كيبشوا الأمم المتحدة في السرق الديبلوماسي وناس كيبشوا مؤسسات عالمية بحل الجزيرة وعلى بزاة بقيت خرجلك الأطر ومترجمينه شنو دارو هادك السيد دي العميد كلية جابوه هو اللي غايكو الموضي هو شنو هو أستاذ دي التاريخ ما عندو حلقة دي كن مؤسسة بحالي ما نعرف بحالي طردية وهي تابعة الجامعة جامعة عبد المارك السعدي اللي هي جزء من تقريبا كنا في المغرب شي 12 و 13 جامعة وها دي يرجوها كما تقول وها دي اللوب دي الصيبستانس دي الوريضة دي لديك الجامعة يو دخلك السيد في مشاكل مع أستاذ دا الرواينا الناس يقولوا ما عندو علقة بتسيد او دي هات تسيد الجامعة ها دي راب معهد عندو واحد ندرس عن دائقة خاصة مشاكل مع النقابة كين أشياء تنسبو ليه أنا أستحي بغيت تنسمع له غاش كي يعودو لي لي شيء أستاذ فعلاقة بشي اجتماعات وكي باش الورق بويل وكي باش كي يوليهم ببعد والتوتر حالي شيء أن الرجل مش دي لديك المسؤولية معتاكوا ميتشال حي باش ها ده وقع بحل شيء مدريب دي الباسكيت مدريب دي الباسكيت وجابوه يدرب شيء فرقاء دير كورة القاعدة هو كيدرب الباسكيت ولكن هم لا يجابوه بحال هكا جابوه من أستاذ تاريخ كان في عامي مع عشلو نائب دي العمدة كانوا مستشار جامعي وجابوه لهذه المدرسة اللي عندها إيقاع آخر ودخل في كونفلي مع الناقابة ومع الازل دائما توطرت وصدعت وشكيتت هي واحد توصلنا لهذه الفاضيحة الأمازيغية هي الأمازيغية هي هي اللغة الأجنبية الأولى الشي هادي بتقايش نقول لي يا ديرها موجيبة للعزلنته والوزير الميراوي والخطأ من نخرجها من عندهم في اللوة الوزارة أشرت ووافقته كم نخرج ذلك اللوة؟ جايب لهم واحد لمسلك ماسطر الأمازيغية ما يقولون الأسات يقولون عباد الله خمسين يكونوا من المدرسة ولا لا بغيت يدير واحد الماسطر ووظف لنا دير مناسب لها ويكون أو لا عنده واحد الفهمات بوحدهم عاش مين يعجيبون الناس دخل فيكم احتدازت هذا المواصيب الأمازيغية هي اللغة الأولى والأمازيغية لغتهم رسمية دير المملكة المغربة اعتبرها لغة أجنبية أولى هادي المغربة موجيبة للعزلنته هادي وش موجيبة للعزلنته جوج لا تدريش على أن إسناد المسؤوليات في المغرب مشكين خاطر تصور مسؤول يدرب ريقبي يدرب السباح يدرب التاريخ ومدير المدرسة يدخل في كونفريت الصداعات يخلق لك أزمة الوطن المؤسسات والمسؤوليات لأنهم مع كامل الأسف فبختم هذه الحلقة مرة أخرى احنا كنقوله بمنتهى المسؤولية نعتز بقضاة مملكتنا المغربية ولا ننكر وجود مسؤولين قضائين بزاف ولولا خوفي يقولك المهداوي كيتبيضق من شي واحد كنت نسمي لكم أسماء كينوكا لأعمون تحية اللي حطهم تموكا وكينوكا لأملك كين بعض الأشياء ربما نكونوا غير موفقين فيها وكينوكا لكنا تكدرنا بغايت نتعيش معه بغايت تخزون وكينوكا لكنا نقول مخصي نقول هالشي حقا غايت يستغلوه الخصوة وكينوكا لأعملوا صالحوا بغايت عشي طريقة طوالية حاجة أخرى كنشكركم أخوتي المغربة وإلى اللقاء